الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد أسأل الله جل وعلا أن يعينكم على طاعته وأن يجعلكم من أهل عبادته وأن يرفع درجاتكم في جنته كما أسأله سبحانه أن يرزق الجميع علما نافعا وأملا صالحا ونية خالصة وبعد هذا اللقاء آخر من لقاتنا في كراءة أحاديث كتاب الأذان من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء فلعلنا نقرأ عددا من الأحاديث فليتفضل القار بارك الله فيه وأصلح ذريته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير مخصفة في رمضان فصلى فيها ليالي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى إليها فتتبع إليه رجال فصلى بصلاته أناس من أصحابه ثم جاءوا ليلة فحضروا فلما علم بهم جعل يقعد وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم وفقدوا صوته فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنحوا ليخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة قوله هنا اتخذ حجرة من حصير الحصير فراش كانوا يصنعونه من بقايا النبات وسعف النخيل وذلك أنه نصبه واقفا من أجل أن يعتكف داخله وفي هذا جوازوا اتخاذ مكان لبقاء الإنسان واعتكافه في المسجد إذا كان يحضره ولا يتغيب عنه وفي هذا شان النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف في شهر رمضان وقوله فصلى فيها ليالي فيه مشروعية صلاة الليل وأن ندب إليها خصوصا في ليالي شهر رمضان وهذه الليالي كانت من أواخر الشهر في العشر الأواخر النبي صلى الله عليه وسلم صلى آخر الليل في هذا الموطن فاستفيد منه مشروعية صلاة التهجد في جماعة في العشر الأواخر من رمضان قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى إليها أي جعلها قبلة يصلي إليها وفي هذا مشروعية اتخاذ السترة عند الصلاة قوله فتتبع إليه رجال أي أن بعضهم أخبر بعضهم بخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقدم بعضهم ليصلي معه فتابعهم آخرون قال فصلى بصلاته أناس من أصحابه فيه مشروعية صلاة الجماعة في صلاة الليل من رمضان قال ثم جاءوا ليلة يعني ليلة أخرى فحضروا فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم بهم جعل يقعد يعني لا يخرج من أجل الصلاة وأبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم يعني لم يخرج كما كان يخرج سابقا وفي هذا ترك الإنسان العمل من الطاعات شفقة بالأمة أن يقتدوا به فيكون ذلك من أسباب لحوق المشقة بهم وفي هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته قال وفقدوا صوت يعني بالصلاة فظنوا أنه قد نام يظهر أنه كان يصل بدون أن يرفع الصوت فجعل بعضهم يتنحنح فيخرجوا صوتا من حلقه يرفع به الصوت من أجل أن ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيستيقظ من منامه حسب ظنهم وزعمهم من أجل أن يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب أي رموا هذا الباب بالحصبة وهي الحجارة الصغيرة النظيفة التي يأتون بها من بطن الوادي فيضعونها في مساجدهم لتكون آلين لهم عند الصلاة ولأنه ليس فيها شيء من الغبار فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا في هذا جواز الغضب والتأثر عندما يحصل شيء من الأمور التي يخشى على دين الأمة منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم يعني شاهدتكم عندما قدمتم إلي في الليالي الماضية فصليتم معي وعلمت أنكم قد خرجتم هذه الليلة لتدركوا الصلاة معي كما أدركتمها في الليالي السابقة وما زال بكم صنيعكم أي أن كثرت إلحاحكم على نبيكم ورفع أصواتكم وما حدث من حصب للباب علمت به وما زال بكم صنيعكم هذا حتى ظننت أي ورد علي وارد في نفسي أنه سيكتب عليكم أي سيجعل واجبا من الواجبات ولو كتب عليكم أي لو أوجب الله عليكم قياما الليل مثل ما قمتم به في الليالي السابقة لما قمتم بذلك ولا عجزتم عن القيام به ثم أمرهم بالصلاة في البيوت فقوله فصلوا أيها الناس هذا فعل أمر لكنه ورد بعد النهي السابق أو ورد من أجل رفع توهم عدم المشروعية لصلاة الليل بعد قول ما سبق ومن ثم لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الندب قوله فصلوا أيها الناس في بيوتكم أي في منازلكم التي تبيتون بها والمراد بهذا صلاة الليل وفي هذا فضيلة صلاة الليل في البيوت وعمر المساجد بها عليكم بالصلاة في بيوتكم أي إذا أردتم أن تقوم في ليلكم فعليكم بأن تفعلوا هذه الصلاة في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته أفضل الصلاة يعني صلاة النافلة أما صلاة الفريضة فالأفضل فيها أن تكون في المسجد لقوله تعالى في بيوتنا ذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا أصال رجال لا تليه امتجارة ولا بيع عن ذكر الله وفي هذا تفضيل صلاة النافلة في البيت واستثنى بعض أهل العلم من ذلك بعض الصلوات ومن هذا صلاة قيام رمضان والجمهور على أن الصلاة في المسجد في قيام رمضان أفضل منها في البيت سدل عليه بأمور أولها أن صلاة رمضان شعيرة ظاهرة ومن ثم يحسن إقامتها وإظهارها والثاني أن صلاة المسجد يكون فيها جماعة صلاة الجماعة أفضل متى كانت مشروعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وكل ما كان أكثر كان أزكى واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلى أحسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حينما يكبر حتى يكون أحذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وكان يفعل ذلك إذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود ولا حين يرفع رأسه من السجود قال نافع إن ابن عمر رضي الله عنه ما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنه ما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول ابن عمر رضي الله عنه رأيت أي شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه يعني عند تكبيرة الإحرام قوله كان هذا فيه استمراره صلى الله عليه وسلم على ذلك ففي هذا دلالة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وقوله هنا حذو منكبيه المنكب ما يكون من مفصل بين الكتف والعضد والقول بكون اليدين تكون حذو المنكبين قول الجماهير قال الإمام الشافع بأنها تكون مرفوعة إلى فروع أذنيه ولورود بعض الروايات بذلك وورد عن بعض أهل العلم أنه قال يجمع بينهما فتكون أصابعه عند فروع أذنيه ويكون أصل يده عند منكبه والقول برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام محل اتفاق بين العلماء وهذا الرفع من المستحبات وليس من الواجبات وفي الحديث مشروعية رفع اليدين حذو المنكبين عند الركوع فإذا كبر للركوع شرع له أن يرفع يديه وهكذا إذا رفع رأسه من الركوع فإنه يستحب له أن يرفع يديه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع هما وقوله هنا وقال سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد فيه أن الإمام يجمع بين هاتين الجملتين خلافا لبعض المالكية الذين يقولون بأن الإمام يقول سمع الله لمن حمد فقط حديث حج عليهم وهم قد استدلوا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمد فقول ربنا ولك الحمد قالوا ففهم منه أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد وهذا الاستدلال إنما هو استدلال بدلالة إشارة ولكن حديث الباب صريح في الجمع بين التسميع والتحميد بالنسبة للإمام عند الرفع من الركوع ومثل الإمام في هذا المنفرد وفي الحديث أن كل تكبيرة ليس بعدها سجود ولا قبلها فإنه يشرع رفع الأيدي فيها وكل تكبيرة قبلها سجود أو بعدها سجود فإنه لا يشرع رفع اليدين فيها وبالتالي نقول بأنه لا يستحب رفع اليدين عند خرور الإنسان للسجود ولا عند رفعه وفي هذا دلالة على أن كل تكبيرة ليس قبلها سجود ولا بعدها فإنه يشرع فيها رفع اليدين ومن ذلك تكبيرات صلاة الاستسقى وتكبيرات صلاة الجنازة فإنها من التكبيرات التي لا يسبقها ركوع ولا يلحقها وبالتالي نقول لا يشرع رفع اليدين فيها وفي الحديث مشروعية التكبير عند الركوع وفي الحديث أيضا أن هناك موطنا رابعا في الصلاة يستحب فيه رفع الأيدي وهو ما إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فهذا تكبير لم يسبقه السجود ولم يلحقه فشرع فيه رفع اليدين حذوى المنكبين قال عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن حوير رضي الله عنه إذا صل كبر ورفع يديه وإذا راد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع هكذا في الحديث مشروعية التكبير في أول الصلاة مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي الحديث رفع اليدين عند الركوع ورفع اليدين عند الرفع من الركوع وهذه مواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيها بسم الله إليكم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمن على ذراعه ليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله هنا كان الناس تفيد الاستمرار والمتابعة قوله كان الناس يؤمرون أن يتوجه إليهم الأمر والأمر طلب أداء الفعل ممن هو أعلى أو ممن يستعلي والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب ولكن صرف مدلول الأمر عن الوجوب هنا لأن الصلاة هنا هذا الأمر ليس على الوجوب لكونه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض أصحابه في شيء من صلواتهم بدون أن يضع أيديهم اليمنى على ذراعهم اليسرى ولكن قال الجمهور صرف عن الوجوب فيحمل على الاستحباب وبذلك قال الجماهير وخالفهم في هذا بعض المالكية ونسبه إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وحديث الباب قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى الرجل ليست مقصودة لذاتها بل تشمل كل مكلف بما فيه النساء يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسر في الصلاة وذلك أن هذا الفعل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على مشروعية قبض اليدين عند قيام الإنسان في صلاته وقوله نقل أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك أي ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء من الأحاديث في هذا الباب ومع أخذ شيء من معانيها بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وأسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يبارك لنا في بكية شهرنا وأن يوفقنا لتدارك ما بقي فيه من أوقات وساعات كما أسأله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأن يجعل حياتنا حياة خير وطاعة كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها وأن يبارك فيهم وأسأله أن يوفق أولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم معانين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر